شرعت وزارة الإسكان في تخصيص 16 وحدة سكانية بمشروع سلمباد الإسكاني على ذوي الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار بالمحافظة الشمالية وفاد الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية الدكتور خالد الحيدان أنه بتخصيص الوحدات المتبقية من مشروع سلمباد الإسكاني تكون الوزارة بذلك قد قامت بتخصيص 89 وحدة سكانية بمشروع سلمباد الإسكاني بعد أن تم تسليم 73 وحدة سكانية مسبقا بكافة الخدمات والمرافق التي تخدم الأهالي القاطنين بالمشروع من ضمنها مساحات مفتوحة ومسجد وأضاف الحيدان أنه بحسب الإجراءات المتبعة في تخصيص المشاريع الإسكانية فقد قامت الوزارة بإشعار المواطنين المستفيدين من وحدات المشروع بالحضور إلى الوزارة حيث قاموا بإجراءات السحب الإلكتروني وتسلموا الوثائق الرسمية الخاصة بذلك وأبلغتم الوزارة بأنه فور اكتمال نسب الإنجاز بشكل كامل في المشروع ستقوم إجارة الخدمات الإسكانية بإشعارهم لإنهاء الإجراءات التعاقدية والمالية ومن ثم استلام مفاتيح وحداتهم السكنية يذكر أن ذلك يأتي في إطار برنامج توزيع وتخصيص 6166 وحدة سكنية في مختلف محافظات المملكة استجابة للتوجيه الملكي السامي بشأن توزيع وتخصيص الوحدات الإسكانية للمواطنين المستحقين لها في إطار مشروع بناء 40 ألف وحدة سكنية للسنوات القليلة المقبلة